اشتركوا في القناة 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 التسجيل بلي راهم سجل مع طالب التحويل وين تروح تروح للمدرسة الخاصة دايما نبدأ ببطاقة التسجيل تجيب بطاقة بطاقة التسجيل تعطفل تروح للمدرسة العمومية تشوف لكينا بلاسة وقابلين قابلين يستقبلوه يعني عادي يسيبو عندك الاوكي هنا هذا يسينيلك بسح ما تروحش للخاصة مباشرة لازم تروح للطرف الثالث اللي هو وشنو اللي هو الاكاديمي هذا طالب الاوكي بسح ما يقدرش يجيبوه حتى الاكاديمي تسينيليو باللي معليش جيبوه في المدرسة العمومية خاطش تولي الدولة مسؤولة عليه خلاص شغل مسؤولة عليه كثرة من هنا فهمتوني كي تسينيلك الاكاديمي غدوة منك وللومة مجوغ ربي سهل امور كل واحد يمدو لك مقرر التسجيل هذا مقرر التسجيل ترجع للمدرسة الخاصة هذه يا سيبون معنتها المدرسة العمومية عندها بلاسة الاكاديمي راهي قابلة باش هذو يسينيلك الخروج الحالة الاخيرة وشنو هي درنا خاص خاص درنا عمومي خاص درنا خاص عمومي نروحوا ذكا عمومي مدرسة عمومية نروحوا للمدرسة خاصة هذه ثاني سهلة تجيبوهنا بطاقة التسجيل كي العادة والعوايد تروحوا للخاصة خاصة دايما نقولكم عندهم بلاسة ما كاش مشكل دونك مباشرة رح يمدلك الاوكي ترجع للعمومية يمدلك الخروج ويمدلك الدوسية دونك هنا باش نهضر على الدوسية قادر هنا المدير يمده لك في يدك تديه للمدرسة المستقبلة اي ان كانت ولا يقول لك انا نمدلك غير الاوكي والدوسية هذي خدمة المدارة يعني المدير يبعث للمدير والا هذي هي سيئة نبسط لكم المعلومة ما فيهاش تجري بزيف الاصعب حاجة هي انك تحصل على الاوكي سيوختوك تكون مدرسة عليها الضغط يعني تكون عندها مستوى ومعروفة وكامل الناس كامل تحوص عليها شوية الاماكن تكون محسوبة على الاصابع ربي سهل اموركم كامل وبالتوفيق الكامل ولداتي سلام